الترند اللي ظهر بعد المطش قالك ان الاهلي كسب الوداد عن طريق هدف حظ وتم اختزال اداء الاهلي بالكامل بافكار مارسيل كولر حتى في مباراة العودة بان الموضوع كله عبارة عن حظ وتوفيق انا النهارته جاي اثبتلك ان مارسيل كولر قدر يكسب المباراة في الاخر بمجموعة المباراتين عن طريق الافكار وبس وعن طريق محاولاته لتحجيم الوداد في الشوت الاول وتغييره لاشكال الضغط وطريقة الهجوم والكلام ده كله كل ده احكولك دلوقتي وكمان احكيلك الفرق ما بين كولر وفاندنبروك مدرب الوداد وازاي اللي اتنين اداروا المباراة وهواريك ان كولر ادار المباراة بامتياز على عكس فاندنبروك مدرب الوداد اعمل بس سبسكرايب اللايك الاجمل وهاتك بايت القهوة ويلا بينا على الرحلة التكتكية الوداد بدأ المباراة عن طريق انه فتح عرض الملعب بالباكين بتوعه العملود وايحي عطيته الله عشان الجناحين بتوعه اللي هما سيف الدين ومعاهم اوناجم اللي هما في المربعات الحمرة دي ينزلوا عمك الملعب او انصاف المساحات في دوره بقى الاهلي كان بيضغط بشكل 4-4-2 حسين الشحات كان مش عارف يقفل ممر التمرير على اللعب اللي في نصف المساحة اللي هو اوناجم ده ولا يروح يضغط على العملود اول ما الكورة تروح له في نفس الوقت مران عطية كان بيرائب الحسوني وقال يو دينجي كان بيرائب وسط الملعب التالت اللي هو الدو دي حمدي فاتحي كان مكلف بالضغط العالي على حامل الكورة هنا وكان بيقفل ممر التمرير على الحسوني مش اوناجمه هفهمك الموضوع ده مع الحالات اللي بعد كده ودي اللي كانت عاملة الازمة للاهلي في الضغط في بداية المباراة لان الضغط كان ببلوك عالي هنا فاول ما كانت بتوصل للعملود علي معلول كان بيتفاجئ بوجود اوناجمه في انصاف المساحات وبالتالي كان اندفاع هنا ملوش لازمة خالص والكورة كان بتتلعب طولية اول ما بيتسحب علي معلول هنا واناجمه كان بيتحرك من انصاف المساحات للاطراف عشان عبد المنعم يميل عنده ويبقى موقف 3 على 3 في النهاية سامبو واخد ياسر ابراهيم في العمق وصيف الدين واخد هنا هاني على الاطراف وهنا اوناجمه كانت الكورة على الاطراف وداخل معايا عبد المنعم بس منعم كان بيحتوي الموضوع في النهاية وبيحط جسمه صحه وبيكسب الكورة وبيقوم ضغط اوناجم هي دي كانت التركة اول مشكلة بص حمدي فاتحي كان بيقفل ممر التمرير على ايمن الحسوني اللي بيتحرك معاه مروان عطية وبيفتح ممر التمرير اللي هو ما بينه وما بين حسين الشحات عشان يستلم راجل من الوداد هنا في انصاف المساحات فهنا حسين الشحات هتلاقي مش عارف يطلع يضغط على المدافع التاني لان يحيا جبران كان بيتوسط سناق الدفاع الكورة كانت بتروح في انصاف المساحات عند ايوب العملود وبالتالي هنا علي معلول ما كانش يقدر يندفع تجاه ويدغط عشان ونجم في ظهره على طول وبالتالي هنا كان عبد المنعم هو اللي كان بيتصدى لأيوب العملود هنا اتخلق المواقف الفردية كالعادة سامبو امام ياسر ابراهيم وعندك سيف الدين الناحية التانية امام هاني الموضوع فضل يتكرر بقى حسين الشحات هتلاقي رايح عند ايوب العملود على الاطراف حمني فاتح مش قاف الممر التمرير اللي موجود في العمق وبالتالي بتروح هنا الانجم اللي بينزل كجناح داخلي في عمق الملعب وبيستلم كرجل حر هنا تماما معلول ما يبقاش عنده اي حل غير انه هو يضغط دلوقتي على الانجم عشان يحجم المساحة بتاعت سياقة الكورة نفسها وبالتالي هنا بيترك المساحة خلفه في ايوب العملود يتحرك من الجانب الاعمال حسين الشحات بس هنا عبد المنعم طريقة جسده او وضعية جسده هيلة جدا تخليه يرتد مع الكورة دي ويروح في المساحة قبل ما يجي لها ايوب العملود هنا بقى كولر يتدخل ويعدل شكل الضغط شكل الضغط يقلب لخمسة اربعة واحد بلو بلوك يعني البلوك دلوقتي اصبح منخفض مش متوسط عشان اديق المساحة ما بين الخطين دول اللي بيستغلها طبعا الوداد بالرجل الحر اللي بيظهر اللي هو كان بيبقى ونجم وبالتالي هنا ونجم يتم تحجيمه جوه المساحة دي عن طريق حمدي فتحي فحمدي فتحي يا رأبه او يا في الممر التمرير وفي نفس الوقت سامبه يتم احتواءه ما بين الاتنين مدفعين بدل ما كان بيطرق امام ياسر ابراهيم بس فهتلاقي هنا حمدي فتحي هو قافل ممر التمرير على هيحة جبران ادي راجل في النص هنا محبوس ما بينه ما بين معلود ده كان ايوب العملود وعندك على الاطراف كان ونجم واخده حسين الشحات في حسين الشحات هو اللي كان بيرجع مع الخط الاخير عشان تتقلب خمسة اربعة واحد ادي المساحة اللي ما بين الخطوط اه هفتح المساحة اللي في ظهر معلول لكن انا بدي المساحة اللي كان مأيدني بيها الوداد ويوم هبتدي رحل بالبلوك شوية عندك اليو ديانج هو اللي نضم مع كهرباك تاني مهاجم بيضغط من قدام وحمدي فتحي ابتدى يحتوي هنا قنجم في انصاف المساحات وهتلاقي مروان عطية هو اللي ماسك ايمن الحسوني في العنق للوداد بقيادة قنجم والعملود هما اللي كانوا مسؤولين عن الاختراكات في نفس الوقت يحيا جبران كان دايما بيميل في الجابهة دي عشان يبقى مطور للهجمة من مناطق خلفية ويوصل لقنجم في انصاف المساحات اليومنا ان هو كراجل حر عشان كده ان انا كان لازم ابيع نصف المساحة الشمال عشان ابتدي املب لعيبة في نصف المساحة اليمين وامنع الفكرة اللي كان نازل بيها الوداد جاهز وما كانش عنده كلان بي لها خالص اصبحت الحلول عند يحيا جبران هنا معدومة ليه ابتدى يلعب الكرات الطولية ناحية سامبو بس خلي بالك موقف ثلاثة من الاهل ياسر ومنعم وهاني على سامبو وصف الدين لان انا رجعت بعسين الشحات وبالتالي بقى هنا خمسة وراء وبالتالي هنا لما الكرة الطولية هتتلعب ناحية سامبو من يحيا جبران سامبو معمول عليه تفوق عددي اصلا فهيطلع هنا محمد عبد المنعم يلطقت الكرة الهوائية بص البلوك بتاع الاهلي لما ده قوي ما بقاش فيه مساحة حتى علي معلول ابتدى يحتوي هنا محمد اوناجم في انصف المساحات فبردو يحي جبران ابتدى يلعب الكرة الطولية ناحية سامبو ويكسب من خلاله الكرة التانية هنا عند المساحة اللي في ظهر علي معلول اللي يتحرك تجاهها هنا اوناجم لكن معلول كان جاهز ان هو يبدل وضعية جسده ويرتد ناحية المساحة دي الموضوع ده فضل يتكرر لحد نهاية الشوت الاول اتلاقي حمدي فاتحي قفل ممر التمرير على ايمن الحسوني وهنا اوناجم تم احتواء وعلي معلول وعبد المعنم هو اللي اميل جسده ناحية المساحة هنا عشان يلتقد الكرة المكشوفة ما قبل سامبو وفعلا الكرة كانت بتروح فده كان اول تدخل لكولر اول ما شاف المشكلة في الضغط ابتدى ان هو يحتوي الوضع والوداد ما قدمش اي خطورة تسكر بعد ما كولر عدل شكل الضغط طب ايه كانت افكار كولر في الشوت الاول فكرة ان انا اسحب الظهير ناحية الخط ناحية هنا قليو ديانج وابتدي ان انا اهاجم المساحة اللي في خلف الظهير بواحد زي بيرسي تاو مثلا تلاقي تاو بيطلب الكرة دلوقتي من ديانج لكن ديانج دايما عنده لايج في الكرارات ما بيقدرش يعمل تمرير تقدمية خالص فحمدي فتحي بتدى يطلع له في المساحة وحمدي فتحي هنا هو اللي طلع بيرسي تاو كراجل تالت في المساحة اللي ما بين الظهير وقلب الدفاع وفعلا بيرسي تاو هنا اخترك لكن المدافع ابتدى ان هو يحط جسمه ويحجمه في نهاية الامر الموضوع دا اتكرر كتير بص انا سحب الظهير ناحية هاني اللي وقف على الخط على طول وخلق المساحة في خلف الظهير عشان يتحرك لا دلوقتي حمدي فتحي فهو حمدي فتحي لاعب المحور المتقدم عشان يتحرك في المساحة دي ويفرغ المساحة الخلفية المين لوحد زي كهرباء اللي هو هيعمل التحرك الخلفي عشان يربط اللعب ويبتدي انقله من جانب الاخر فهنا كانت فكرة كولر ازاي يحرك حمدي فتحي في وسط المدافعين او بيرسي تاو وابتدي ان انا شد الظهير على الخط وابتدي ان انا اتحرك بمحور او بجناح في المساحة اللي هي ما بين قلب الدفاع وما بين الظهير وظهرت هنا اكتر في التحميل العدد ناحية الامين بتاو وهاني وديانج فتحت نصف المساحة هاني رايح له فتح العمق كمان وابتدى حسين الشحات يسدد من المكان ده لكن تزديده حصل لها بلوك الفكرة استمرت في الشوت التاني بص حسين الشحات ساحب هنا ايوبي العملود على الخط وحمدي فتحي بتحرك قطري من انصف المساحات للاطراف فبيتحرك في المساحة اللي سابها ايوبي العملود وبالتالي هنا يستلم يرحل معاه قلب الدفاع عشان يفضل قلب الدفاع واحد لو هو زولة امام كهرباء موقف واحد على واحد لكن حمدي فتحي قلنا لك قبل كده ان هو بالكورة ضعيف جدا عشان كده التغييرات نزلت افشا وعبدالقادر في مكان اسم الشحات ومروان عطية طب هنفهم ليه بقى التغييرات دي احتاج لها كولر وليه مروان عطية يخرج وليه كمان تحديدا افشا اللي ينزل مش قندوسي لان الجماهير زعلت قوي من التغيير ده ليه افشا على حساب قندوسي بكل بساطة كولر نزل افشا مش عشان يبقى ما بين الخطوط ويبقى صانع العاب متقدم في كورات معينة من مناطق خلفية طب ليه عم كولر عشان ببساطة دلوقتي انا هفتح عرض الملعب بهاني ومبعلول وخلي حمدي فتحي هو اللي يحمي معلول ورا وهدي انصف المساحات العبدالقادر وهنا تاو والمهاجم يبقى كهرباء يبقى انا هاجمت الممرات الخمسة بخمس لعقيبة وفي نفس الوقت عامل حسابي دفعيا فانا حاطت خلف علي معلول في المربع الاسود ده حمدي فتحي عشان يحميه من التحولات الهجومية وفي نفس الوقت افشا هيبقى من الناحية التانية في مكان هاني وهيبدله مع بعض فاول ما كورة تروح في الجانب الايسر اسحب الزهيري الايمن ناحية عبدالقادر وهنا كهرباء يتحرك ما بين قلبين الدفاع وفرغ العمك تماما لتاو وافشا ليه لان ادفاع الوداد بقى بلوك منخفض البلوك المنخفض ايديقلك دايما المساحات اللي في العمك فانا افتح عرض الملعب قوي عشان اشد اكبر عناصر ممكنة من الوداد وابتدى جمع اللعب على الاطراف عشان افرغ العمك في المنظر ده المربع اللي ما بين تاو وما بين افشا طب لما الكورة يحصل لها تدوير وتيجي للناحية اليوم ايه اللي يحصل بوس بقى لسويتش افشا هيبتدي يرجع عشان يبقى صانع العب متأخر ووهاني هيبتدي يتقدم على الخط دلوقتي وهو فاتح عرض الملعب ويبقى ده الشكل عندك معلول وهاني في المربعات السودة هما اللي فاتحين عرض الملعب تاو وعبدالقادر فانصف المساعات وقهرابة مهاجم وقفشا هو اللي يقود الهجمة من الخلف ليه بقى لانا قفشا تحت الضغط اللي يبقى سايق جدا فكونر يخليه في بداية الهجمة خالص في المناطق اللي ما فيهاش ضغط ويبتدي هو اللي يوزع اللعب ويطلع الكورة القدام زي ما انت شايف انا شادد ايوب العاملود هنا ناحية معلول عشان افتح المساحة في خلفه المساحة يتحرك لها دلوقتي كهربا بشكل كتري ويبتدي بيرسي تاو يتحرك في ظهر الكهربا برضو من امام الظاهير الايسر يحي عطيت الله وكده انا فاتح عرض الملعب الناحية التانية بقى انا كده عازل محمد هني في مساحة برضو فهنا بصت لقى عبدالقادر المراضي هو اللي بيتحرك في ظهر الظاهير او من الجانب الاعمى بتاعه علي معلول هيبتدي يلعب التمرير التقدمية الرائقة جدا في المساحة وصلت لهنا العبدالقادر لكن للأسف مقدرش يتصرف في النهاية في موقف كان المفوض انها فرصة امام المرمى طب يلا نعمل تغييرين كمان نبقى اكتر خطورة هننزل عمر الصلاية ومحمد شريف في مكان كهربا وفي مكان حمدي فاتحي الصلاية اول ما نزل الملعب ابتدى يروح لديانجي بيقول لديانجي انت اللي هتبقى الارتكاز الوحيد اللي عندنا في الفريد دلوقتي لان انا مش هبقى محور معك وراء طب انا هبقى فين عمر الصلاية هو اللي موجود في نصف المساحة اليسرى اللي انت شايفها قدامك دي قال له ديانجي هو اللي موجود في العمك الوحده علي معلول ابتدى هو اللي يرجع في مكان حمدي فاتحي عشان يبدأ الهجمة من الاماكن دي بس مش هيبقى وراء لان كولر التدى ياخد الرزك خلاص باقي عشرين ديها انا باخسر المباراة فعلي معلول هيطلع كمان لقدام انا كده عملت ايه بقى عملت تزاحم عددي في الجبهة اليسرى بلاعب زيادة مفيش لعب بيحمي معلول ورا ده معلول وعبدالقادر ومقضام معاهم بيرستاو وديانجو وعندك هنا في المربع الاسود عمر الصلاية هو اللي يسحب ايوب العملود لكن بشكل داخلي عشان محمد شريف هو مهاجم حركي اكتر من كهربا هو اللي يروح في المساحة اللي فين اللي في ظهر ايوب العملود في نفس الوقت انا سحب عناصر الودات كلها ناحية الشمال فانا عازل محمد هاني في الجبهة اليمنى افشى هنا في العمق ابتدى يروح له الجناح زهير المترجي هنا او بالتالي عندك هنا محمد هاني معزول في الجبهة اليمنى الواحد وابتدى يتحاول اللعب عنده لكن للأسف محمد هاني مقدرش نيتعامل مع اللقطة دي خالص فالأهل بقى اكثر تطرفا في فكرة التزحم العددي ومهاجمة المساحة وكمان انا عازل الجناح او الظاهير الموجود في الجانب الاخر مرة تانية الموضوع بيتعاد علي معلومة الجبهة اليسرى تمريرة تقدمية في المساحة اللي في ظهر ايوب العملود اللي بيتحرك دلوقتي عبدالقادر من الجانب الاعمى بتاعه شوف المرة دي مرتين خلي بقى لك الموضوع ده حصل مرتين والصدفة خالص وابتدت تروح الكورة هنا هيميل قلب الدفاع زي ما قلتلك عشان يدخلي موقف واحد على واحد ما بين كهرباء وما بين زولة وقلب الدفاع هنا ابتدى يشتت الكورة وطلعت لركنية حلو الكلام ركنية اللي كانت قابل ركنية الهدف اتعاملت بنفس النمط فيه لعب يتحرك على القائم الاول بشكل كتري اللي هو عمر السلية عبدالمنعم هو اللي جنبه خلي بالك حصل لسويتش نتيجة الكورنر لو الكورنر من ناحية أفش زي ما قلتلك هنا عمر السلية هو اللي هيتحرك كلاعب رونر لكن لو من الناحية التانية عبدالمنعم هو اللي هيتحرك هتلاقي فيه لعيب معزول على القائم البعيد بيستغل المساحة اللي دايما فقدها الوداد ده معنى كده ان كولر مذاكر ووقفة الوداد في الضربات السابتة الدفاعية وابتدى هنا يسير ابراهيم يكون معزول من ناحية التانية لكن أفش زي ما قلتلك هنا الوضع التقني بتاعه الركنية كان كارسي والتالي الركنية ما قدرتش انها توصل هتلاقي هنا بدل عمر السلية ما كان واخد أيوب العملود هتلاقي عبدالقادر واخد أيوب العملود وبيطلع في نصف المساحة راقد عمودي هنا عمر السلية ومحمد شريف اتحرك تمان ما بين قلبين الدفاع تحركات كتير تزاهم عددي في الجبهة اليسر عشان أفرغ الجبهة اليوم عمر السلية يعمل ايه يروح للجنب التاني يعمل ايه يسبت يحيي عطية الله لما يسبت يحيي عطية الله محمد شريف اتحرك بشكل كتري من قبل زولة في المساحة اللي في ظهر يحيي عطية الله وبالتالي هنا عندك زولة ما قدرش انه يتعامل مع الكرة الهوائية دي وبتدى انه هو يخرجها الركنية لو ركزت هتلاقي فانديمبروك مدربي الوداد بيتضرب بالكرة دي كزا مرة وما قدرش يتصرف حتى انه يرجع البلوك الدفاع الخامسة وراه هو لسه ستيل اربع مدفعين وبالتالي كولر قادر يستخدم اسلوبه بكل حرية زي ما قلتلك كولر في الشط الاول كان فيق اللي بيحصله وبالتالي قلب البلوك وقلب شكل الضغط واحتوى الوداد لكن هنا فانديمبروك ما قدرش انه يكون صاحي ما قدرش انه يغير الوضع لصالحه وفيدل يختارك بالشكل اللي قدامك ده طبعا الكرة اللي حكينا فيها دي هي اللي جات منها ركنية الهدف بنفس النمط عبدالمنعم هو اللي يمين السلية هيتحرك في المساحة المستهدفة اللي موجودة عند القايم الاول في لعب معزول على القايم البعيد اللي هو هنا احمد عبدالقادر السلية هنا يعمل بلوك للمدافع عشان عبدالمنعم ياخد حرية كاملة في التحرك الكتري تجاه المساحة يبتدي هنا يلتقد الكرة الهوائية بفكرة الفلك اون ممكن تروح عند القايم البعيد اربع لعيبة في الست يرضى يقدروا ان هما يلتقد الكرة يدخلوها يلتقدوا الكرة التانية دلق صده والكورة نزلت في الشبكة على طوله ده هدف الاهلي اعتقد كده فهمت ان الموضوع ملوش علاقة بالحظ خالص يجي كولر بعد الهدف ينزل رامي ربيعة ويخرج بيرسي تاو ويزود مدافع وراه طب ايه الفكرة هل كولر هيدافع بلوب لوك ويستقب اللعب كتير لا خالص ده كولر بعد الهدف وفي اخر المتش خالص يبتدي يضغط علي بالشكل ده مطاردة الكورة وقفل خيارات التمرير القريبة ويعمل كمان تفوق عددي على الوداد من مناطقه انت متخيل بص الضغط عامل ازاي لحد ما رجعت للمطيع وقال يو دينج بيضغط بالشكل يطارد الكورة تماما يخلي المطاع يلعب كورة طولية غير موجهة انت متخيل حجم الاكبار والكوة اللي عملها كولر في الضغط حتى بعد الهدف ده شيء غير منطقي تماما تفوق عددي في منطقة لعب الكورة ضغط مكسف جدا من مناطق امامية الراجل مش بيدافع ولا بيستقبل اللعب تغيير ربيعة ده على قد ما هو يطلع عناصر كتير اوي هجومية تطغط من قدام زي ما انت شايف قدامك هنا خارط التمرير القريبة مقفولة عندك ضغط على حامل الكورة مطاردة الكورة حاجة فعلا غريبة حصلت من كولر حتى لما الكورة تروح بشكل غير موجهة كده في ظهر علي معلول عبد المنم عادي لاي حرية طارد حامل الكورة لان في ربيعة وفي ياسر ابراهين جوه منطقة الجزاء غير ارتداد محمد هاني كمان وبالتالي هنا كولر عمل تفوق عددي في منطقة لعب الكورة او حامل الكورة ما بعد الهدف وفي اخر ثواني المباراة لانه كان متوقع ان الوداد هيبتدي يضغط بكل خطوطه يطلع خطوطه كلها قدام والخطوط الخلفية تكون قليلة في عامل عليها تفوق عددي في الضغط وكل ده ادى ليه مرتدات عملها الاهلي وطبعا زي ما انت شايف ضيعنا كل المرتدات بقرارات ساسجة جدا هنا موقف 3 الاهلي اتنين على الوداد في مناطق التحضير انت متخيل كولر عمل ايه في نهاية المباراة عشان كده حب اقولك في النهاية انها مستحقة مستحقة لان الاهلي تفوق في المباراتين سواء الزهاب او الاياب كاداء كفعالية ككل شيء فعلا الاهلي هو اللي يستاهل البطولة وما تسمعش اي كلام بيقولك انضح حظه وصدفة لان مارسيل كولر بافكاره وبتدخلاته في الجيم وبتغيراته قدر ان هو يحصل على نتيجة المباراة في الاخر الموضوع يا جماعة ما ينفعش يختزل في كلمة حظه بس على قد ما هو مجهود كبير جدا قدمه كولر وقدمه لعبة الاهلي في المباراة وفعلا يستاهلوا عليها البطولة في الاخر لو وصلت لحد هنا اعمل لايك اعمل شير اعمل سبسكرايب تاني رأيك في الحلقة دي تحديدا ومبروك لكل جماهير الاهلي البطولة